اشتركوا في القناة في الديئة 92 وكان فوز لنادي اتحاد جده اتنين واحدة اهدف مؤسرة مش هدف مثلا تبقى النتيجة اهدفه مع الجزائر كان الهدف التاني في الديئة 95 والهدف ده اللي خلاله نلعب مباراة فاصلة مع الجزائر هدفه في مرمى الرجاء في ربع نهاية كاس مصر والمباراة بتنتهي والاهلي فاز بيه واحد صفر وصعد للمباراة دور نصف النهاية في الكاس وهدفه مع سويسبور في الثانية الاخيرة من اللقاء وفاز بيه الاهلي بيه الكمفوتر اللي اسم هدفه اليوم امام فريق وفاق سطيف غير في الدورة المصري مع نادي الجونة لكن هدفه النهاردة اعتقد ايضا وكمل اهداف الغالية لو كان فاز الاهلي بالبطول اشتركوا في القناة